اهلا وسهلا متتبعي انفاس بريس في حلقة جديدة من برنامج ضيف انفاس نصديفه في هذه الحلقة يوسف بن والعضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية وذلك لمناقشة اعمار المناطق المتضررة من الزلزال الحوز والذي رصدناه غلاف بالي بقيمة 120 مليار درهم اهلا وسهلا استاذ يوسف مرحبا بك مرحبا الاخ اراري ومرحبا بانفاس بريس يعني المجلة او يعني الاطار المتميز اعلاميا على مستوى الضربية خاصة وعلى مستوى الوطني بشكل عام شكرا جزيلا استاذ يوسف بداية كيف تقيمون عملية تدبير اضرار زلزال يعني في البداية اخصى نوضحه واحد المعطاء اللي هو اساسي وانه هو هاد الفاجعة التي ضربت المغرب باكملية وانه يعني المركز الزلزال في منطقة الحوز ولكن المغرب كله يئنه الهد الفاجعة كان ما اسميه بالحس الاستباقي الحس الاستباقي وانه مباشرة بوقوع هاد الفاجعة كان تعليمات ملكية سامية من اجل عقد وحل الاجتماع الطارئ من اجل تقييم ومن اجل وضع خطة استراتيجية من اجل اننا نشوفو كيفية تدبير هاد 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 الفاجعة نعطيه بعد مؤشرات انه في اقل من الاسبوعين كانوا ثلاثة الاجتماعيات في تسعود شوتنبير بعطاش شوتنبير وعشرين شوتنبير وهذه الاجتماعات عندهم طابع استراتيجي يعني وضع خطة عمال مصادقة على الخطة وضع الغلاف المالي وضع التصور من اجل التنزيل هذا اندلا فانما يدل على ان هذا الامر الجلل اللي هو الفاجعة يعني حيات فينا هادك 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 النهود وحيات فينا هادك هادك الحس الوطني وكذلك حيات فينا قوة الدولة لتنقل قوة الدولة بحضور صاحب الجلل باعتباره اولا رئيس الدولة من ناحية المؤسساتية وباعتباره كذلك الضامن والصاهر على كل ما يتعلق بجميع المجالات التي تهم هادك هادك يعطيني انا واحد واحد تصور على اساس انه كين اجماع وطني من اجل الاسهان في التفكير وفي الحدم الاثار السلبية ديال هاد الزلزال لانه كين اثار مادية كين اثار نفسية كين انه حتى اثار بسيكولوجيا لانه اخصى نعرفه بان هاد الواقعه بحل مثلا هادك الماء الراكيد تم الحالة ديره ببعا الاخر انه اصبح الكل يتكلم عن المناطق الجبلية لانه اخصى نميزه انه في العالم القاروي او المادة القاروي اخصى نميزه بين القرية بين القرية وبين الجبل لانه كين جوج مكونات ترابية كين في موحد اختلاف المناطق الجبلية للأسف كانت تعيش وتهميش والشي لاحظناه البنية التحتية كانت هشار بما انه لربا ضارة النافعة انه في المحن وفي الازمات تخلق النوايا الحسنة من الاجل اننا نحن نستروح البرنامج اساسي عنده بعد استراتيجي من اجل ارساح احد التنمية اللي هتكون مجالية وتنمية عادلة ويكون هذا التوزيع العادي للتنمية في كل ما يتعلق بالمجالات سيوسف هالكارثة هل عرضت على المعانيات الحقيقية للمناطق روية خاصة المناطق الجبلية؟ اكيد لانه لاحظناه وان الناس تكرفصوا بهذه المصطلح تكرفصوا بزاف تكرفصوا واتشي لاحظناه لانه العالم اهو عالم الجبل او الملاطق الجبلية تعيشوا واحد الهشاشة اللي كبيرة وربما أنه الارتباط للناس بالأرض لأنه بعد الأسئلة تطرح الناس لماذا قلسون في الجبل؟ لا لأنه كانوا الارتباط بالأرض وهذا الارتباط بالأرض عنده واحد البعد قوي يعني إذا كان هناك واذا لاحظنا أنه مثلا من ذلك اللحظ أن البرنامج للصاحب جلال اللي حطوه وتستير دياله رأى الوحل الخصوصيلي أساسية ما هو الارتباط بالتقاليم والارتباط بهذه الأرض والارتباط بالخصوصية أي أنه عندما يكون هناك الإعمار يجب أن يكون الإعمار يراعي للخصوصية ديال المنطقة على جميع المستويات على مستوي الشكل حتى طريقة البناء أو إعادة البناء يجب أن تراعي الخصوصية ديال هذك المنطقة أنا قد نحاول نصرد بشكل سريع أن هذا البرنامج بالنسبة لي أن القراءة ديالي قراءة ديالي ديال هذ البرنامج ديال 120 مليار ديال الدرهم على مدى خمس السنوات القراءة ديالي أنه هو حتف الدباجة ديال البيان ديال الدوان الملاكي في إشارات قوية لأنه يستعمل بعض المفردات وبعض الكلمات قوية من بينها من التي يقول أنه يخص يكون برنامج مدروس يهدف إلى إعطاء جواب قوي جواب على ماذا؟ على سؤال السؤال الذي كان يطرح هو السؤال المرتبط بالتنبياء المحلية والتنبياء المجالية إذن هناك يعني هذا البرنامج يجيب جواب مقنع لهذه الناس اللي يعيشوا هذه الشاشة بنتنقوله منسجم سريع بنتنقوله سريع ما نسميه بالأجراء السريعة الآنية لأنه ما خصناش نضيعه الوسط هذا البرنامج كما تم التذكير في هذا البيان كان إعادة الإيواء فكل العزلاء امتصاص العزل الاجتماعي وكذلك تشجيع أنشطة الاقتصادية لذلك يهمني فهن للإشارة القوية أن هذا جزء من كل بمعنى آخر أن التنمية أو إعادة الأعمار لهذه ستة الأقاليم متضررة سوف تشكل قاطرة من أجل تعميم هذا الشيء على جميع المجالات القراوية والجبلية وهذا الشيء رحضناه في الدباجام لتنقول بأنه سوف يكون هذا الإعمار كنموذج سوف يعطى من أجل التنمية المجالية بمعنى آخر أنه آل الأوان أن نطرح سؤال أعمق بكل جرأة على أساس أنه المجال القراوي من تنقل المجال القراوي والبادية أو القرية ثم الجبل أنه يحضى أو يستفيد من يليك يستفيد بها المغرب لأن المغرب لا يجب أن ننسى أنه بلد عندما كانت على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الجيوستراتيجي وهذا الشيء يكون في إفريقياً ودولياً ولكن لا يريد أن يكون لدينا مغرب يسير بسرعتين الخيطة الملكية أو التدبير المباشر لصاحب الجلالة لهذا الورش الاستراتيجي يعطي إشارات قوية لكل فاعل لأنه هو رئيس الدولة وبالتالي أنه الكل يجب أن ينخلط في هذا التوجه وهذا الشيء لاحظناه لأنه ينخلط الجميع على المستوى للفاعل السياسي ولا الجمعوي ولا الحقوقي ولا البيئي ينخلط لكي لا ننجحوا هذا الورش وكي يمكننا أن نفكوا العزلة على هذا الناس البرنامج الإعمار المناث المستدريرات تم رصد غلاف بيري قدروا 120 مليار ذرهم أنتم كحزب حركة شعبية كيف تلقيتم هذا الخبر؟ هذا نحن ندبه كحزب حركة شعبية باعتبارنا فاعل سياسي لا يمكننا إلا أننا نتمن هذا الشيء لأنه ليس الضرف مواتيا لكي نتكلم بشكل سياسي أو بشكل انتخابي لأن هذه الفاجعات جمعات المغاربة ويعني كجسد واحد ورأى واحد القاطرة لحتى تصور الاستراتيجي لأن التخوف اللي عندي وأنتمنى أنني نكون خاطئ والتنزيل لأن التنزيل يجب أن يراعين جموعة منه لأن الغلاف المال مهم رميع 20 مليار ذرهم روح للمبلغ مهم الاحتياجات مسترى بمن آخر أن عملية التنزيلات كذلك في الديبجة للبيان تكلمة عن الحكامة لأن يلاحظنا أن مثلا تقول خسني الحكامة سرعة فعالية دقة والنتائج المقنعة من اللي تنقل النتائج المقنعة أن تكون لك محاسبة لأن البيانات الملكية يعني تشير إلى مجموعة من الإحاءات أو مجموعة من الرسائل التي يجب أن تشفر من اللي تنقل السرعة الفعالية والدقة والنتائج المقنعة سيكون المأساسة المحاسبة بمن آخر أن التنزيل سوف تواكبه مؤسسات من أجل الافتحاص ومن أجل المراقبة لماذا؟ لأنه ما عندناش العذر أننا نخطوه في تنزيل وإنجاح هذه الرؤية الاستراتيجية لأنه ما يؤرقوا المغرب هو العالم القروي والجبلي الذي للأسف مركبش القطار لذي يعيشون المغرب حتى أصبحنا أننا نتكلمه وأننا نوجده في مغربين حنا هذا الكلام ما بقيناش بقين نسبعوه هذا الأوان ورق وق يعني كما قلت أنه يعني يعني من خلال الأزمات تخلق الفرص وتشي عندما نستقرئ التاريخ الدول التي تنمت والطورات من خلال الأزمات حنا عندنا الأزمة يجب أن نستغلها بشكل مواطني ببع الأخر أننا يجب أننا بتعيد عن كل ما يتعلق بالسياسة السياسوية أن الفاعل الحزبي والفاعل السياسي يجب أن ينخارطها يعني بجميع بجوارحه وبمواقفه لكي ينجح أو يسهم في إنجاح هذا الورش خصوص الأحزاب السياسية يوسف لاحظنا غيابة خلال فترة هذا النقاش السياسي أريري نحن نقول لك الموقف الحركة الشعبية وتشير صرح به الأخ الأمي العام محمد أزين بشكل رسمي يقول لك ودي أنه جميع الأحزاب السياسية يعني يجب أن تكون وراء صاحب الجلالة باعتباره رئيس الدولة هذه النقطة الأولى نحن كحركة شعبية الأمانة العامة الحزب أعطيت وحتى الصور وحتى توجيهات على أساس أننا لا يمكن أن نتزايد على هذا على هذه الفاجعة هذا ما يعنيش أننا نحن نرى شاركنا شاركنا ولكن شاركنا بدون غيطاء سياسي لأنه أنا الأوان أن ننزع عن الغيطاء السياسي لأن الوطن يفوق بكثير كل ما يتعلق بالشق السياسي اللي لاحظنا أن الفاعل السياسي كان حاضرا والتعليمات التي أعطيت داخل حزب حركة الشعبية أن الناس المنتخبين المحليين لأنهم هم أهل مكة وأدرابي شعبها وكيمة اسمه بضرورة يعني بمبرر أنه ينزل لأن هذه المنطقة دياله أو هذا الشيء الأخ الأمي العام وضحو يعني موضحو غير البارح وضحو بشكل صريح في لقاء وانتما حضرتوا ليه وأنه التصور ديال نحن كحزب نحن نشارك نحن نسهم نحن نزكي ونحن كذلك كجنود مجندة وراء صاحب الجلال من أجل التنزيل ومن أجل الإنجاح بدون مزايدات سياسية بدون مزايدات انتخابية لأنه كما قلت الأمر جلال ومشي وقت المزايدات ووقت أننا ننزل خطاب يعني من خلال الخطاب ومن خلال الممارسة الحس ديال المواطنة والحس ديال التمغربية وحزب حركة الشعبية منذ تأسي يرفع هذا الشعار لماذا؟ لأنه اللي كلمنا هو الوطن أولا وأخيرا نعم سيوسف شكرا تزيلا على كل هدية التوضيحات مرحبا شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعدا جديد موسيقى موسيقى